موسيقى السلام عليكم اليوم سوف نخبر موضوع موضوع الجنسي محمد السادس ومعرف ما هو شاد جنسي ومشي شاد تكتبوا لي بعض العدد من الجرائد الجرائد الاسبانيا المانيا بلجيكيا ومعرفة أولندية هذا ما سوف أعرف محمد السادس وعمروا ما تابعهم قضائيا في هذه الآخر الزيارة التي كان فيها محمد السادس في أمستردام سوف أعرف برنامج تلفزيوني على مسألة الشدود الجنسي المالك ثانية مرة أخرى سوف أعرف مرات ومرات ولكن هذه المرة ألقيت لكم البرنامج وأنا سوف أضع لكم فهل تحت في الليئة سوف يقومون في دسكريبسيون لأن لا يمكن أن أضع هنا في اليوتيوب سوف يسدون لي القناة ونقول لي في مشاكل أخرى أنا أحضر لليا القناة لأن كان محكم عليها بلدة 6 شهور لا نقوم بعمل فيديو لأنه يبقى السنية والبالعطة يأتي بلدة 6 شهور بلدة 6 شهور ونقوم بعمل فيسبوك وأنا سوف أضع لكم ونقوم بإمكانكم كما هو في الهولندية ونقوم بإمكانكم ونقوم بإمكانكم بإمكانكم محمد الساديس لا يريد أن يستقبلوا شيئا واحد إلى مطبقة السياسية أو الحكومة أو الملك الهولندي ونقوم بمحمد الساديس الذي يهضر في هذا البرنامج يجب أن يتلقى محمد الساديس في جنوب إفريقيا يعني ما يسمى محلات الجنسية بالمناسبة لا يوجد شيئا ضد الجنسية لكي لا يقول شيئا واحدة أو تانية لا أعرف ما هو لا يهمني الذي يريد أن يكون شاد ويريد أن يقوم بشكل شيئا في حياته هذا لا يهمني عندما يتعلق الأمر بإمارة المؤمنين ويكون محمد الساديس من الملك لذلك لذلك لا أعرف ما هو المسلمين سيقابلون بأمير المؤمنين كيف يتعلق دائما محلات الجنسية وهذا التباين لا يهمني كيف يقولون في البرنامج في الجنوب أفريقيا ويوجد في تلك البرنامج في السيشل وقلبت على تلك البرنامج بالضبط وقلبت بأن كان يدال فيها واحد المهرجة المعروفة أصلا السيشة المعروفة بفاجوش الحويش يعني أمبارة في السكال في كبشون الناس يحربون الفلس وتجارون لك شيء وفي نفس الوقت يعني واحد المهرجة الكبير عالمي يكون الشوات الجنسيين كيكون كل عام يديروه ثم وفعلا المالك مشاليه في ذلك الوقت اللي كان اللي كان اللي كان ذاك المهرجة يعني هذه ماشي مرة ولا جوجوا وكان شوفوا يعني هنا اللي استغرب فيه هو مثلا محمد ساتيسكي قدر يقاضي مثلا ناس اللي بحل يكتبوه عليه ولكن ما يقاضيش هاد صحفيين اللي هادروا مرارا وتكرارا على موضوع الشهوات كأن محمد السادس أنه يفرقونطي محلات الشهوات الجنسيين وعليش محمد السادس يقدش يدعيهم لأن من حقه أولا يدعيهم لأن مدام هو سنب بيبليك ويقايص هذا المسأل القرامة إذا كان هو ليس شاب بين القرامة ومن حقه أن يدعيهم ويقدموا لأعتدار رسمي وحتى التعويضات المادية نقوله أنه لا يحتاج لأعتدار الرسمي أنه لا يمكن أمير المؤمنين دولة مسلمة تدعي أنها مسلمة بين القرصين أنا ذلك الإسلام لديكم لا أتشك فيه لأن ترى التنقضات يقولك دولة مسلمة ويبقى أية تانية دولة للدعارة لا تدخل للمخيل أو مثلا دولة مسلمة يقول لك ولكن أول دولة مصدرة للحشيش في العالم لا تدخل شيء لا تدخل لا تدخل أي أنه أمير للمؤمنين يبقى لكم الشراب حتى في رمضان وخارج رمضان أترافيت عدرنا فيه في أسيمة ومرجان أو إبراسل لتبع اللون الذي يديره لذلك لم أعرف كيف المسلمين قبلوا نفسهم أن يكون عندهم أمير المؤمنين يدخل وخيبة في التعاويد ومحمد السادس لا يستطيع قاضيهم ومشي معهم بعيد لأن هذه المسألة تحتوي على جرائد كثيرة وبرانج حتى في تلفزيون وصحف وصحف التي لديها مصداقية لا تدخل مثل نحن ولكن القصر الملكي لا يستطيع أن يدعيهم لذلك من حقه أنهم يقصد كرامة قوصية لذلك هذا ما نرى في الوقت أن عدم دخول في هذا الصراع أو القصر مع الصحفيين هذا هو دليل قاعدها أن محمد السادس تشد جنس محمد السادس لا تشد وأنا كنت أرى محمد السادس جنسي لا يستطيع من خلال هذا حتى من خلال طريقة وبعض اللبس التي يكون بعض المرات تشكل وبعض الحركات التي يبدأ يصنع وغير الدراسة وأن يعني 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 ولكي رأى بينين فيه وهادي حياته الشخصية أنا ليهمني يعني 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 إمارة المؤمنين مخصصة تبقى في المغرب لأن كيف قلت قبيلة يعني أمير المؤمنين كين أسألك هو حساس خيبة التعويضة ما 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 وإلا قبلوا لك المسلمين هو لأن أعجبون الأحاديث والصور والآيات التي يستخدموهم كيف يبغى وما يبغى ودعو الألماء والبقاء الذين يظلون الخز ويحللون إذا لا يستبعد لأن أرى بالخصة التي تم لا تسلم وهذا كل أحد وانتم سمعتوا واحد العدد منهم مثل بنادم قال له كاسيدي المشكلة لدينا هو المرأة التي تموت وماذا يجوز معاشراتها او لا يجوز وكأن بنادمي تموت لها المرأة وقد تكون عنده أولاده يبكي ورقم عارف القنازة عن مغرب يقول لهم بلاتي لا تدفنوها حتى نرى ماذا نمارس معها او لا نمارس معها وكي يجوع علماء مثل محمد الاجس الذين يردون عليهم يعني يضحقون على الناس ويجوز معاشرة الزوجة ويميتة يعني حتى الميت لا تحترموه واستعمال الخز وستعماركم سمعتوا هذا الشيء لذا عاد القنة لأن هذا هو النوع الإسلام الذي لدينا اليوم اليوم في المغرب وهذا ليستني أن محمد السادس لأن محمد السادس يعتبر دائما أنه هو من على رأس يعني السلطة أو ما يسمى السلطة الدينية والسلطة الدينية في المغرب هي أخوة بكثير من السلطة السياسية لأن هذه السلطة الدينية هي التي تتجردها أو تجعلها أنه لا يحاسب يدير اللي يدير يهرب الفلوس وفي المحلات الشواد الجنسية محمد السديس يلان تشد خرج قول ليه ما نشد مالهام ما فتشي حاجة وبدأ الطالب بحقوق الشويد مالهام ما فتشي حاجة مالهام ما فتشي حاجة وكذب علينا وتأسلم علينا وتمثل علينا ذلك الامارات المؤمنين وذلك الدين ديالك يعني ديال الدروس الحسانية من جيهوا في نفس الوقت القراعي يتلعوا مع بوشتة الشرف وامتل بوشتة الشرف لا نفعله بان ميل في السلافية يرى فيه ما يزيد 11000 سجين وهذه 11000 سجين سوف نقول لك بان كل هداسة من القرعة وكل هداسة من الاغتصابات وكل هداسة منه ولو انهم بساكل ما يقبلوش يقولوها لان تضر بكرامة الانسان والمجتمع حتى المجتمع ديالنا مجتمع اللي مغادش يرحمك مع العلم ان انترك ما بغيتش انهم يرتاصبوك لان احنا لازم نعيش في ثقافة الحقراء بل اكثر من ذلك احنا ما زال عندنا الناس يفتخرون بالقرعة والاغتصابات في السجون وكأنه انجاز احنا براسيمة دائما يقولوني يا ايه قد تقرأوا في كومنتر لا لا احنا براسيمة احنا براسيمة لا احنا براسيمة وانتخسك القرعة وفهمتيني وانا مهم انتم ما بغيتوا لي القرعة انا ارى ما بغيتها لكم احنا بغيتها احنا بغيتها لانها جرائم في حق الإنسان وهذا الشيء يعرف محمد السديس ومحمد السديس راضي عليه مدام انه يوشح الحموشي اللي هو المسؤول الاول مباشرة من وراء محمد السديس يعني هذا يعني كبير لك بأن وشوفوا البلاد شوفوا البلاد شنو دير فيها عريق بوشيا يعني مثلا الشرقيين الشرقيين بوميدا والله يجي يدير مبغا يصورها يصورها يصور على البنت عرينا وكي بارتاجيها يصرف على صاحبه وخور فعلي بوشلند يقول لهم هانتو ما هانتا يا بوميدا يقول لي هانتا مراكش مراكش يعني وش هدا هذا شيء هذا شيء يعني وشوفوا البلاد في الواصلة يعني يعني هذا شيء كله وكي يخدموا المحلات التجارية والفناضي اللي هي تابعة للغناة دير محمد السادس دونك ما تجيش تقول لي اننا نحن دولة اسلامية او هذه هي امارة المؤمنين هذه انا كنسميها يعني بلقصين امارة المستحميرين قدروا نسميها حمرو كستان اذا بغيته اما لا علاقة لها لا بالاسلام ولا بالدين ولا اصلا الناس بسبب هذا الشيء مثلا يعني اول من اساءة للدين حسكم تعرفوا هذه المسألة سوف تكون الملحدين كيف يصوق الله لا اول من اساءة للدين هما علماء الدين ديال الباراط وهو امير المؤمنين هذك هما اول من اساءة للدين واستعملوا الدين و و فصلوا على المقاص ديالهم اللي اللي علاش لاننا عارفين المغاربة و و الناس اللي هما عاطفين كي خموا اكثر بالعطفة كذلك بالعقل و يتلعبون لهم مع دينهم يتلعبون عليهم مع كل حاجة تحياتي الجميع الفيديو يرون تحت ديال ترجموه و انا سنتظر محمد السديس الى الليلة شفتك يعني ما بعيتي تشي واحد و ما كينتش يرد من القصر سوف يحسبوك انا سأقول محمد السديس شاد جينسي و صافره بينك انا شخصيا انا عارفك شاد جينسي فلكنو شاد جينسي فلنفهمو لاياله نعطيه و هل برنامج الجبلة كفره وهناك حتى صحف كثيرة و لقد كنت نراه ذاك ما كنت ننهي لانى انسان لا يؤديوا اهمية لكن الدائما يمكنني التردد الاسم كل مرات ومرتين في السكوة ومحلات الشدول الجزائي وكانت تريد أن تنسيته نسيته الإنسان بأنه كانت تجاه قافلة والمغريب والأخوان المناظرين الذين يقومونون في الفيسبوك والمواقع الشمائية الذين ينوضون على الهراج قبل أن يأتي وصدقوا لديهم دائرة الديفياسيون يعني يوقفوها في اسبانيا ومن اسبانيا سيكون يزوم الطائرات المراكش بلا ما يشوف تشيه حد بلا ما يعرف تشيه واحد شنو كاينه ويعني سياسة الاستحمار ونحن نرى عارفين شنو كايترات مما وشنو كاينه وأصلا المغني دائما يشارك لديهم لجنة الشواد انشتهم البيترايد لدي حياتهم وممك يشوفوا ريو سبق ذاك بغين يعيشوا ذاك أنا ماشي ضد مسألة حقهم براسك أخويا لدينا ما تسويه هذا هو مجيش الله يجزيك بخير قد قولي إمارة المؤمنين وحامل ميلا والدين ك 독应 الإدمان يقول له يحميل ميلا والدين ويحميكم أنا ما تكيش شوحد عنده عزم المؤخرة وهو مؤخرته هو ما حامل مهاتا كي يعطيها ولا ميربيش عليه كي بدعي الله يخليك Ovatria... تشاعد ما كيتنا منك تحية الجانب في الفيديو